موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية والبداية بأبرز العنوين الأمم المتحدة تقول إن ذروة كورونا في اليمن ستمتد لبضعة أشهر والحكومة تطالب بدعم القطاع الصحي وقفة لأمهات المختطفين في الحديدة تطالب بالكشف عن مصير المخفيين قسرا في سجون ميليشيا الإرهاب الحوثية الإصلاح يؤكد تعرض صحفيه لسبعمائة وسبعة وستين انتهاكا منذ انقلاب الحوثي والنقابة تؤكد مقتل ثمانية وثلاثين صحفيا موسيقى أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك على أهمية الدعم الدولي للقطاع الصحي في اليمن ومضاعفة الضغط على الميليشيا الحوثية الإرهابية للاستجابة للدعوات الدولية لتوحيد جهود مواجهة وباء كورونا جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية السويد آل ليندي واشار رئيس الوزراء لموقف الحكومة الثابت من السلام واستجابتها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لوقف اطلاق النار في ظل جائحة كورونا من جهتها قالت ليندي إن العالم سيقف إلى جانب الشعب اليمني في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها بما في ذلك جائحة الكورونا وجددت موقف بلادها الداعم للحكومة اليمنية وحرصها المستمر على إحلال السلام والاستقرار قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن اليمن وأفغانستان وباكستان وكولومبيا ونيجيريا والفلبين وأوكرانيا ستشهد ذروة انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة وأوضح لوكوك أثناء اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة عبر دائرة تلفزيونية إن الناس في تلك البلدان سيعانون من الآثار المباشرة للفيروس ومن التعطل المستمر للخدمات الصحية المنقذة لحياة أضاف لوكوك اليمن يموت الناس الآن بمفردهم في منازلهم أو ملاجئهم بينما نواجه نحن شكوكا عديدة فلا نعرف متى سنرى اللقاح للفيروس أو مدى فعالية تدابير الاحتواء التي نقوم بها قالت وكالة الأسوشيتد بريس في تقرير بعنوان تعتيم الحوثيين على انتشار وباء كورونا في اليمن قالت إن ميليشيا الحوثي تقوم تحت جنح الليل وسط صمت مطبق بنقل جثث ضحايا فيروس كورونا واحدة تلو الأخرى لتدفن في عدة مقابر شمال اليمن التقرير الذي أعدته الصحفية ماجي ميشيل أشارت إلى أن ميليشيا الحوثي تطبق إجراءات مشددة أثناء دفن المتوفين بكورونا من بينها منع استحاب الهواتف النقالة خشية التصوير كما تحصر المشاركين في الدفن على عدد محدود من أسرة المتوفي التقرير أكد قيام الميليشيا الحوثية بتمس المعلومات حول الفيروس والتعتيم والتكتم والتستر عن الحالات المصابة ومعاقبة كل من يتحدث عن تفشي وترويج أو تروج لنظريات المؤامرة أشار تقرير الأسوشيتد بريس إلى بيانات متداولة عن نقابات محلية أكدت وفات ستة وأربعين من العاملين في المجال الطبي وثمانية وعشرين قاضيا وثلاثة عشر محام يلقوا حتفهم خلال ثلاثة أسابيع بين منتصف مايو وأواء اليونيو وهو رقم أعلى بكثير من العدد الرسمي الذي أعلنه الرسمي للحوثيين الذي لم يعترف بغير أربع حالات أضف التقرير أن نقص المعلومات حول العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس في المناطق التي تسيطر عليها الميليشي الحوثية تسبب في تكهنات كبيرة حول طبيعة المرض وتعامل المتمردين معه وأعداد الوفيات وهو ما زاد من حالة الارتباك قالت منظمة الهجرة الدولية في تغريدة على حسابها في تويتر أن أعداد المهاجرين القادمين إلى اليمن من القرن الأفريقي تتناقص تدريجيا خلال فترة انتشار فيروس كورونا وأوضحت المنظمة أنها ساعدت ما يقارب من 270 مهاجرا على العودة الطوعية والآمنة إلى أثيوبيا قبل إغلاق الحدود وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء قال الدكتور أحمد عبدالله منصور مدير عام اختبرات الصحة العامة بمحافظة تعز الناطق رسمي باسم لجنة الطوارئ بتعز قال إن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 131 حالة أكد منصور في تصريح لقناة سهيل إن من بين هذه الحالات 31 حالة وفاة أي ما نسبته 24% من حالة الإصابة وهي أكبر نسبة وفاة على مستوى العالم آخر الإحصائيات فيما يخص وباء كورونا وصلت عدد الحالات خلال 24 الساعة الماضية إلى 131 حالة مؤكدة وهناك حالات أيضا سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة عدد حالة الوفيات بلغت 31 حالة وفاة المتعافين بلغوا 10 حالات نحن الآن نقوم بتجميع الحالات من الفئات المعرضة للإصابة مديرية المسراخ كان هناك قرارات شقاعة من مدير المديرية وتم فعلا تنفيذ إقراءات العزل وإغلاق المدينة وعمل التعقيم والرش بأسرع وقت ممكن تم عمل حضرة تقوال في المدينة هذا تأتي بسبب عدد الوفيات التي ظهرت في وقت واحد في المديرية أثارت الرعب من أوساط المجتمع فكان الاستجابة لها سريعة نتمنى أن تتم هذه العمليات في مديرية المدينة في بعض الأحياء الوباء في أحياء المدينة ينتشر من مكان إلى آخر مديرية القاهرة أخذت الصدارة أو الرقم الأول وليس مديرية القاهرة ككل بذل أحياء من مديرية القاهرة أعلن قسم الكلية الصناعية بمستشفى الثورة عن ارتفاع حالة الإصابة بفيروس كورونا في أوساط مرضى الفشل الكلوي إلى 15 حالة ونشد الدكتور فهمي الحناني مدير قسم الكلية الصناعية بهيئة مستشفى الثورة الحكومي والمنظمات المحلية نشد المنظمات والحكومة والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ مرضى الفشل الكلوي من خطر كورونا عدد الحالات الكورونا ارتفعت في مركز الكلية الصناعية مستشفى الثورة تعز إلى 15 حالة عدد الحالات التي توفت بهذا الفيروس وصلت إلى 7 حالات اثنين من العاملين مصابين أيضا العدد في تزايد حالة مشتبهة كثيرة تم التواصل مع فريق الاستقابة الطارئة والمختبر المركزي قاموا مشكورين بالحضور إلى المركز وأخذ بعض العينات لكن نحن نريد أخذ عينات لجميع المرضى والعاملين في المركز حتى نستطيع أن نقوم بعزل الحالات المصابة بالفيروس وتقديم الخدمة لهم كمركز عزل وأيضا لم تصلنا أي أدوات خاصة بالوقاية الشخصية والمعقمات والأشياء التي نستطيع بها أن نعمل مع هذا الوباء القاتل أكد وزير الصحة والسكان الدكتور ناصر باعو من الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن جراء انتشار الأوبئة والحميات تتطلب تدخلا عاجلا ودعما للقطاع الصحي ومساندة جهود الحكومة وقال بعوم إن حوالي 30 مليون يمني يواجهون خطر الإصابة بفيروس كورونا والملاريا وحمضنك وتشيكون جونيا والكوليرا والتيفويد وأوضح بعوم في كلمته خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء الصحة العرب إن اليمن لا يملك سوى 6 أجهزة بسيار و17 جهاز أشعة مقطعية و500 جهاز تنفس صناعي و3000 شريحة فحص بي سيار وشارى بعوم إلى أن المنخفض المداري الأخير الذي ضرب عددا من المحافظات اليمنية تسبب في تفشي الحميات وشدد على أهمية توفير الدعم العاجل للقطاع الصحي في اليمن حتى يتمكن من مجابهة هذه الأوبئة وصلت إلى مطار سيئون الدولي اليوم أولى رحلات طيران اليمنية القادمة من وطار القاهرة وعلى متنها 170 راكبا من العالقين اليمنيين في مصر وأكد مدير عام مطار سيئون الدولي علي باكثير لوكالة سبا لأنه تم إخضاع جميع الركاب لفحص البي سي آر ومن ثم التأكد من خلوهم من مرض فيروس كورونا ويحملون شهادات طبية معتمدة بذلك فضلا عن إخضاعهم للفحص بالكاميرا الحرارية في المطار والفحص الروتيني من قبل الفريق الطبي التابعي بمكتب وزارة الصحة وأخذ البيانات اللازمة عن كل منهم وأشار باكثير لأن فرق الطوارئ ستنفذ عملية تعقيم كاملة للمسافرين وحقائبهم ومساد تحركهم داخل صلاة المطار وفق الإرشادات الاحترازية اللازمة في شبوة دعا رئيس لجنة الطوارئ بمكتب الصحة الدكتور مفرج بن معروف المواطنين إلى ضرورة الأخذ بالإرشادات التي تحد من انتشار فيروس كورونا سيما بعد انتشاره مؤخرا بشكل كبير وملحوظ في المحافظة طبعا مع انتشار المرض وجود حالات في شبوة أنا أنصح كل المواطنين على أن يتبعوا الإقراءات المتبعة والتي أنزلت من الجهات المختصة للزارة الصحة ونظمة الصحة العالمية وأهمها أولا نبتعد عن التجمعات تباعد الاجتماعي بأن تكون المسافة ما بين متر إلى متر ونص بين الشخص والآخر كذلك لبس الكمامة باستمرار غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار المرض ينتشر بسرعة في شبوة موجودة الآن المرض كل شخص ممكن تتوقع أنه مصاب لأن 80% من المصابين لا يظهر عليهم أعراض فبالمكان يكون هذا الشخص الذي تراه بدون أعراض يكون مصاب ويقول لك المرض قد هو ما يؤثر فيه لك أن يؤثر فيك أن يختلف مناعة الشخص من شخص إلى آخر فأهم الأشياء هذه لا بد أن يتبعها كل شخص حتى يقين نفسه من مرض كورونا رابطة أمهات المختطفين في محافظة الحديدة بالكشف عن مصير المختطفين والمخفين قسرا في السجن المركزي بصنعها بعد أن نقلتهم ميليشي الإرهاب الحوثية من الحديدة وأشارت الرابطة إلى انتشار كورونا وسط المختطفين مؤكدة إصابة المختطف محمد واصل وحالته حرجة فيما بقيت المختطفين تزداد أوضاعهم سوءا وصعوبا وحملت الرابطة ميليشي الإرهاب الحوثية حياة وسلامة المختطفين داخل السجن المركزي في صنعها وجميع السجون الأخرى بيان وقفة أمهات المختطفين في الحديدة للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين في الغر جائحة كوفيد 19 نحن رابطة أمهات المختطفين في محافظة الحديدة وفي وقفتنا هذه نطالب الكشف عن مصير المختطفين والمختطفين قصرًا في السجن المركزي في الصنعها بعد أن نقلتهم جماعة الحديدة حيث وعن الفيروس كوفيد 19 منتشار في وسط المختطفين من بينهم المختطف محمد واصل الذي أصيب بكورونا وحالته حرجة فيما بقية المرتقرير تزداد أوضاعهم صعوبة ونحن نعيش قلقًا كبيرًا وبالغًا على أوضاع أبنائنا الصحي والنفسي حيث لا يسمح لهم بتلقى العلاج أو إصعافهم والإتمامان عليهم وعلى وضعهم وصحتهم وفي ظل الأوضاع المكبيرة التي تعيشوا عن مدينتنا نحن نحمل جناعة الكوث المسلحة حيات وسلامة أبنائنا داخل السجن المركزي في صماء وفي السجون التي اختبط فيها أبنائنا ونطالب بسرعة بفراج عندهم دون قيد أو شر إننا في وقفتنا هذه نطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجميع المنظمات الفقوقية والإنسانية في نوض الوقوف مع قضية أبناء نوع المخططين والمخطيون قصرية فنظرا فالخطر كوفي التسعة عشر الذي أرعب العالم ووصل ووصل خطره إلى المخططين والمخطيون قصرية صادر عن رابط أمهات المخططين في محافظة الحددة اليوم الأردعاء بتاريخ عشر ستة أهتن وعشر قال وزير الإعلام عمر الإريان إن معلومات واردة من العاصمة المختطفة صنعا تؤكد إصابة أحد المختطفين في سجون ميليشيا الإرهاب السلالية الحوثية بفيروس كورونا وأشار وزير الإعلام إلى أن هذا التطور الخطير يشكل تهديدا حقيقيا لحياة وسلامة المئات من الشخصيات الوطنية والإعلاميين والصحفيين والنشطين والسياسيين وكافة الأسرى والمختطفين في سجون الميليشيا الحوثية وحمل وزير الإعلام ميليشيا الحوثي كامل المسئولية عن سلامة كافة المختطفين والأسرى في سجونها وطالب الإرياني الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش ومبعوث أو الخاص لليمن مارتين جريفث والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحماية الصحفيين بإدراك خطورة الوضع وسرعة الضغط على الميليشيا الحوثية لإنجاز تبادل فوري للأسرى والمختطفين دون قيد أو شرط وعدم اتخاذهم مادة للمساومة والابتزاز السياسي أصدرت الدائرة الإعلامية لتجمع اليمني للإصلاح تقريرا عن وضع الحريات الصحفية خلال ست سنوات منذ انقلاب ميليشيا الإرهاب الحوثية السلالية وتركز التقرير حول استهداف الإعلام الإصلاحي الذي كانت ضحية الأكبر لمشروع انقلابي حوثي عنصري حيث تم رصد سبعمائة وسبعة وستين انتهاكا ذكرى مؤلمة تحل على الأسرة الصحفية والإعلامية في اليمن للعام السادس في يوم حرية الصحافة اليمنية المصادفة تسع من يوريو من كل عام وانطلق مساء ثلاثا هشتاج يوم الصحافة اليمنية في حملة تضامنية واسعة على وصائض الإعلام الإلكتروني وشاشات التواصل الاجتماعي مع الصحفيين المختطفين عكست تقديرا شعبيا متزايدا لحرية الكلمة والرأي والتعبير على الرغم من الحرب الحوثية الممنهجة ضد الصحافة اليمنية وجرائم القمع والتكتيم والتعتيم واعتبرت الدائرة الإعلامية الإعلامية للإصلاح ما تقوم به الميليشيات الحوثية بحق الصحفيين للعام السادس ترجمة لولوعها بانتهاك حق الصحافة وحرية التعبير وإدمانها على ارتكاب أبشع الجرائم غير المسبوقة في تاريخ اليمن ومنذ اجتياح الميليشيات الحوثية العاصمة صنعها في سبتمبر أيلول عام 2014 شنت الميليشيات حربا وحشية على الصحافة والصحفيين الذين عاشوا حقبة سوداء من الاحتقال والتعذيب والتشريد والنزوح وقاتلت الميليشيات العشرة منهم بالتعذيب حتى الموت داخل سجونها واستهدافهم في مناطق عملهم واستخدام بعضهم دروعا بشرية وتصدر إعلامي التجمع اليمني للإصلاح الرقم الأول والأبرز في قائمة ضحايا الانتهاكات والجرائم الحوثية التي استهدفت الحياة الصحفية وقضت على العمل الصحفي والإعلامي بشكل جذري وكلي في تحدي صارخ لكل المواثق الإنسانية والدولية ومبادئ حماية الحريات الصحفية وحق الإنسان في الرأي والتعبير والكتابة وبلغت انتهاكات وجرائم الميليشيات الحوثية التي طالت إعلامي ومؤسسات الإصلاح منذ 21 سبتمبر 2014 ميلادية وحتى يونيو 2020 نحو 800 انتهاك ما بين القتل والتعذيب والاعتقال والدروع البشرية والاعتداء الجسدي والمقرات واحتلال قناة سهيل ونهب كل محتوياتها واختطفت ميليشي الحوثي تسعة الصحفيين بينهم الصحفي صلاح القاعد أحد صحفي قناة سهيل بطريقة وحشية من أحد فنادق العاصمة الصنعاء في التاسع من يونيو حزيران عام 2015 ميلادية وأصدرت أوامر أعدام سياسية بحق أربعة منهم ومنذ ذلك اليوم الأسود غدى التاسع من يونيو حزيران يوما للصحافة اليمنية وحريتها المفقودة في الحقبة الانقلابية الحوثية الحالكة أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين مقتل 38 من أعضائها في البلاد منذ العام 2014 أعربت نقابة الصحفيين في بيان لها عن شعورها بالأسى أن تأتي مناسبة يوم الصحافة في اليمن وهناك 16 صحفيا يعانوا الويلات في السجون بعضهم صدرت بحقهم قرارات سياسية ظالمة بالإعدام من قبل جماعة الحوث بصنعاء وأوضحت نقابة الصحفيين أن موجة العنف تجاه الصحفيين تتوسع في كل مناطق البلاد لتبلغ العدوان على حياتهم كما حدث للمصور نبيل القعيط في عدن وجددت النقابة دعوتها لإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإيقاف السياسات العداء المستمرة ضد الصحافة والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام أعلنت 28 منظمة حقوقية تضامنها مع الصحفيين اليمنيين في ذكرى يوم الصحافة اليمنية مشيرة إلى أنهم يتعرضون للملاحقة والتشريد والاختطاف والانتهاكات الخطيرة وطالبت بسرعة صرف مرتبات الصحفيين وتسوية أوضاعهم وقالت المنظمات في بيان إن الصحفيين اليمنيين يواجهون حملات قمع وترهيب ممنهجة تطال حقهم في الحياة وحرية التعبير والرأي وتهدف إلى كتب أصواتهم وحرمانهم من الوصول للمعلومة وكشف الحقيقة وعربت المنظمات الحقوقية عن تضامنها مع محنة الإعلام اليمني ومعاناة الصحفيين اليمنيين وأشارت إلى مأساة تسعة صحفيين يخضون خمسة أعوام في سجون ميليشي الحوثية ودعت المنظمات الحقوقية للإفراج الفوري عن الصحفيين كافة دون قيد أو شرط ومساءلة المتورطين في تعذيب وقتل الصحفيين وتقديمهم للعدالة كشف تقرير حقوقي حديث إنه وثق أربعة وثلاثين حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز في لال شهر مايو الماضي تنوعت بين قتل وإصابة وعتداء واختطاف وقال مركز المعلومات والتهيلي حقوق الإنسان في تقرير بعنوان تعز كورونا حصار آخر قال إن الفريق الميداني التابع له استطاع رغم صعوبة التنقل والحركة جراء تفشي جائحة كورونا توثيق مقتل ثمانية مدنيين بينهم امرأتين أوضح التقرير إن الميليشي الحوثية تسببت في مقتل رجل وامرأة بقذيفة هاون في حين قتل ثلاثة مدنيين برصاص مسلحين خارج إطار الدولة كما قتل رجل وامرأة برصاص مسلحين يتبعون فصائل في الجيش وقتل مدني برصاص مسلحين مجهولين أشار التقرير إلى إصابة أربعة عشر مدنيا بينهم امرأة وخمسة أطفال بألغام ورصاص قناصة ميليشي الإرهاب الحوثية رصد التقرير عشر حالات انتهاك طالت منازل وامتلاكات خاصة جراء القصف المتواصل للميليشي الحوثية وأوضح تقرير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إن ميليشي الحوثي زادت من صعوبة الوضع بقصفها المتعمد لمستشفيات المحافظة وخصوصا مستشفى الثورة والجمهوري بالإضافة إلى منع دخول الأدوية والمستلزمات الصحية إليها متسببة في كارثة صحية طوال السنوات الماضية قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون إن جهود المبعوث الأممي مارتين جريفث ومشاوراته مع الحوثيين بشأن المبادرة التي قدمتها أو التي قدمها تتسم بمناخ وظروف إيجابية والمبعوث الأممي متفائل وهو على اتصال مع كل الأطراف وننتظر أخبارا جيدة قريبا حسب قوله والدعاء سفير المملكات المتحدة ودعى آرون في تصريحات للشرق الأوسط قيادات أطراف الأزمة اليمنية ممثلة في الشرعية والحوثيين والانتقال إلى التحليم مسؤولية أكبر في ظل الظروف السيئة جدا والتقدم نحو التسوية السياسية الشاملة للصراع وعلى صعيد الجهود المتعلقة بتنفيذ اتفاق رياض وصف السفير البريطاني المناخب الإيجابي وقال نحتاج إلى مرونة من الجانبين وأعتقد أن السعودية لديها خطة جيدة وسنرى تقدما قريبا أكدت الحكومة اليمنية بأن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة التي أصدرها الحوثيون تسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي وتؤكد على استمرار الجماعة في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي لا تزال تحت احتلالها وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي في خطاب إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جيريفث إن اللائحة الحوثية تضمنت بنودا تؤكد الطابع العنصري للميليشي الحوثية وعدم مراعاتها لظروف المجتمع اليمني ووضعه المعيشي الصعب بسبب الحرب التي تسببت بها وغير آبهة بمآلاته ولا بالكارثة الإنسانية التي أنتجتها وأكد الحضرمي إن اللائحة وإن كانت منعدمة الأثر قانونيا باعتبارها صادرة من غير ذي الصفة إلا أن لها دلالة سياسية واضحة مفادها أن الحوثيين غير راغبين للسلام ولا يسعون له كما تؤكد على استمرار الميليشي الحوثية في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي لا تزال تخضع تحت احتلال الميليشي من خلال قوانين ولوائح غير شرعية هذه اللوائح تعمل على التمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن من خلال فصل فئة بعينها عن المجتمع اليمني بمنحهم امتيازات تستند إلى أسس عنصرية مجرمة بموجب القوانين الوطنية للجمهورية اليمنية والقوانين الدولية ودعا الوزير منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وإدانة سعي الميليشي الحوثية لتغيير قيم المساواة ومبادئ المواطنة المتساوية التي ضحى من أجلها الشعب اليمني طويلا وأيد في سبيل ذلك التوجهات الأممية لإنهاء التمييز العنصري نشرتنا مستمرة وفيها تنديد وسخرية واسعة من نهب الحوثيين لأموال الشعب تحت بند الخمس البنك المركزي بعدا دشن حملة ضد منشآت الصرافة المتلاعبة بأسعار الصرف ندد وسخر سياسيون وصحفيون عن ما أصدرته مؤخرا ميليشي الإرهاب العنصرية الحوثية السلالية ومحاولاتها نهب أموال الشعب تحت بند وخرافة الخمس غرد سياسيون وصحفيون عن ما يسمى بقانون الخمس الذي فرضته ميليشي الحوثي فقال مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دار قانون الخمس تعبيرا أكثر وضوحا عن عنصرية سلالية مقيتة لست أدري كيف سيستقبل دعاة الحقوق والحريات من اليمنيين والغربيين الذين يدافعون باستماتة عن الحوثيين هذا القانون إن لم يكن هذا القانون عنصريا فماذا تكون العنصرية وزير الأوقاف الدكتور أحمد عطية غرد يضحك الحوثي على المغفلين بهذه المصطلحات ألا البيت أئمة الرشاد قرناء القرآن العترة الطاهرة ورثة الكتاب دعاة الولاية الخمس وكلها دجل وخرافات وإذا سمعتم من يدعي إلى الخمس فاعلموا أنه نصاب يريد الحكم والمال وكل هذا منطبق على الحوثي ومن سار في مشروعه أما الكاتب عادل الأحمدي فقال في صفحتي على تويتر ما لم يقوله الحوثة في قانون ما يسمى الخمس فتوى قرأتها في أحد كتبهم الحديثة الخمس من الأموال إن كانت حلالا والخمسين إن كانت حراما ولدهم بالطبع سالبهم في الاحتيال على الثلاثة الأخماس البقية وتذكروا تأتي هذه المكوسة المتحيلة على الدين والشعب في أشد حالاته فقرا وعوزا سلطان الردائع ذو مؤتمر الحوار الوطني تحدث أنه في آخر جلسة لنا في فريق بناء الدولة بالحوار الوطني الشامل وأثناء توقيع على التقرير النهائي للفريق لتقديمه وعرضه في الجلسة الختامية للحوار وقف عضو الفريق المدعو أحمد عقبا تحت ممثيل الحوثيين في الفريق ووزير العدل في حكومة ميليشياتهم حاليا وصرخ غاضبا محمر الوجه منتفخ الأوداج قائلا اتقوا الله وينبتدوا الخمس كان يريد أن نقر الخمس في تقريب الفريق لتكون مادة دستورية ملزمة للشعب والآن بعد انقلاب الميليشيات الحوثية على شرعية مخرجات الحوار الوطني الشامل وبعد أن أصبح المدعو أحمد عقبا توزيرا للعدل في حكومة عصابتهم تم تقديم قانون الخمس السلالي العنصري إلى مجموعة مما يسمون أعضاء مجلس النواب بصنعاء الإقراره الكاتب الصحفي خالد العلواني قال الحوثي مكينة نهب ولصوصية ينهبون الشعب اليمني زورا وباسم الدين والوطن والدولة والحقيقة أنهم جعلوا من الدين والدولة والوطن مرتعا للإثراء الآثم وامتصاص عرق الناس ودمائهم الصحفي خطاب الروحاني غرد بصفحته في تويتر فقر وجوع لا رواتب حصار وتهجير كورونا وأوبئة كل هذا لم يوقف الحوثي من إصدار قانون الخمس الذي يعطي سلالة ما يسمى بآل البيت عشرين بالمئة من كل شيء بما في ذلك الحجر أنا مش متفاجئ من الخطوة فهي ممارسات فعلية منذ سلطرتهم إنما أفكر دوما في ماذا كانوا سيفعلون بنا لو لم يوقفهم الطيران مع كل خطوة تتخذها الميليشي الحوثية العنصرية السلالية تزداد قناعة اليمنيين بضرورة إنهاء الانقلاب الخاطئ الفشي فقانون زكاة الخمس الأخير الذي استباح فيه الحوثيون أموال اليمنيين وما تزرعه أرضهم ليس إلا محاولة لتغطية الجرائم الحوثية بثوب دين مزيف نريد البيضة الخامسة فنحن أولاد النبي نريد ما تصنعه الدودة فنحن بن هاشم هذا قانون مقدس كتبناه أما أفعالنا فتوثقها كاميرات المراقبة فقبل إصدار قانون الزكاة الهاشمية بأيام انتشر واحد من مشاهد البطش المسلح الذي يؤكد بأن الحوثيين دودة لا دولة ولم يكن قانون الأخماس غريبا على الجماعة الحوثية فهي الامتداد التأريخي للسلالة الكهنوتية التي اعتادت أن تحتسي عرق الكادحين باسم الخمس وباسم الدين وقانون الخمس هو الجوع التأريخي للإمامة الذي لم يشبع على مداقرون من الزمن حتى أشرقت شمس السادس والعشرين من سبتمبر فكان آخر ما رأته الإمامة دانة ودبابة وقد كان بين أولى القرارات الجمهورية إلقاء الجبايات الإمامية التي فرضت باسم الزكاة لكن وعلى الرقم من القانون الحوثي فإنه ومهما اشتد ظلام الإمامة الحوثية فثمت من يحمل الفجر والنصر في جبهات القتال إنهم أبطال الجيش الوطني ووحدهم من سيزيح الكابوس الحوثي الجاثمة على صدر الشعب اليمني المكلوم عبدالله البوري السهيل أعلن البنك المركزي اليمني يوم أمس تدشين حملة واسعة من التعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن ضد المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وقال البنك في بيان إنه تم النزول إلى شركات ومنشئات الصرافة في عدن للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي بهدف وقف التدهور والتلاعب بالعملة وضبط سعر الصرف أشار بيان البنك المركزي لأن الحملة كشفت في يومها الأول عن عدد من المنشئات وشركات الصرافة المخالفة وتم اتخاذ عدد من العقوبات عليها منها إغلاقها بأوامر من نيابة الأموال العامة وأكد البيان إن البنك سيستمر في حملاته لتشمل جميع المحافظات وسيتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاء المخالفين بما فيها سحب الترخيص والإحالة للقضاء شددت المحامية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان والأمن القومي إيرينا تسوكرمان على ضرورة أن تلعب المنظمات والمؤسسات الدولية دورا كبيرا في وقف ظاهرة تجنيد الأطفال لدى ميليشيا الحوثي وإيصال انتهاكات الميليشيا وجرائمها بحق الطفولة إلى المحاكم الدولية جاء ذلك في ندوة حول انتهاكات ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق الطفولة في اليمن نظمها الاتلاف اليمني للنساء المستقلات عبر الاتصال المرئي وفي الندوة قالت الألمانية يان سانت بير إن ميليشيا الحوثي استغلت تفشي كورونا وقامت بإغلاق أكبر عدد من المدارس وشجعت الأطفال على اتحاق بالجبهات بدورها تطرقت الناشطة وسام باسندوة إلى ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن وأيدلوجيا ترسيخ الطائفية ونظرية الاستفاء العرقي والعنصرية التي تمارسها ميليشيا الحوثي موضحة بأن أعداد المجندين من الأطفال في صفوف الميليشيا الحوثية يصل إلى أكثر من ثلاثين ألف طفل من جانبها طالبت الناشطة الحقوقية أروى الخطابي الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالطفولة ممارسة الضغط على الميليشيا لإيقاف تجنيد الأطفال حتى لا يصح المجتمع الدولي على كارثة كبيرة تتمثل في تأسيس جيش عقائدي إرهابي لا يختلف عن داعش والقاعدة تظاهر المئات من أبناء مديرية السدة للمطالبة برحيل المدير المديرية المعين من قبل ميليشيا الإرهاب الحوثية وطالب المتظاهرون برحيل الحوثيين والقيادي المدعو أكرم الصياد المعين من قبل الميليشيا مديرا للمديرية وندد المحتجون بالجبايات التي تفرضها الميليشيا الإنقلابية على أصحاب المحال التجارية والباعة والانتهاكات التي تطال جميع المواطنين موسيقى قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محطة توليد كهرباء لمحافظة أرخبيل السقطرة بحجم ثلاثة ميجاوات في حديب وميجا ونصف قلنسيا قابلة للزيادة وعرب محافظ أرخبيل السقطرة رمزي محروس عن شكره وتقديره للبرنامج السعودي جراء دعمه لإختار الكهرباء في سقطرة في إطار دعم المملكة العربية السعودية لأبناء المحافظة واليمن في كافة المجالات وقال محروس إن محطة كهرباء حديب وقلنسيا تأتي في مقدمة أولويات البناء والتنمية في سقطرة من جانبه أوضح مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس طارق الزايدي إن المحطة تم تصميمها وفقا لمؤصفات عالمية وحسب الكود السعودي وأبناء المحافظة اليوم سعداء جدا بهذا التدشين وأن هذه المحطة تعتبر من روافد التنمية في هذه البلد وهي تعتبر بمواصفات عالية جدا المحطة حاليا هي تولد ثلاث ميجا ونصف وقابلة للزيادة والتوسعة بحسب الاحتياج الذي يتطلبه أبناء المحافظة ونحن طبعا أن نقول قلمة شكور قليلة في حق المملكة وفي حق خادم الحرمين الشريفين وفي حق القائمين على برنامج إعمار وفي حق القائمين على قوات الواجب في هذه المحافظة اليوم نحتفل بيتتشين محطة كهرباء سقطرة محطة الكهرباء القائمة في حديبو ومحطة كهرباء مزيرية قلنسية المحطة هذه اللي قامها البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن بحجم يصل إلى 3.5 ميجا في حديبو و1.5 ميجا في مديرية قلنسية قابلة للزيادة المحطة هذه قيمت بإشراف مباشر من البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن سعداء اليوم بتتشين محطة كهرباء صراحة يعني محل عز وفخر من البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن اللي سمعناه اليوم حقيقة من المواصفات اللي صمم عليها المحطة هذه يدل على أنها فعلاً صممت لأجل أنها تكون دائمة مواصفات عالمية كل شكر للبرنامج السعودي كل شكر للسلطة المحلية اللي شاركنا اليوم لحفل التنشين الشكر لموصول لسعادة السفير حصل الباحث عبد المنان سعد فتح على درجة الدكتوراه في علم الأدوية والسمو من كلية الطب جامعة ملايا الماليزية عن رسالته الموسمة بدراسة الطفرات والسمية الجينية للمركبات الكيميائية المستخلصة من نبات فيربينا والمشهورة بنبات رعي الحمام وتأثيراتها على الأجنة قبل الولادة وأشرف على الأطروحة البروفيسور محمد الشاوش أستاذ علم الأدوية السموم والبروفيسور زهورين بن محمد أستاذة علم الأدوية والسموم والبروفيسور الزامري بن شيخ أستاذ علم الأدوية السريرية وتأتي أهمية الدراسة في ظل زيادة الإقبال على استخدام الأعشاب الطبية لرخصها وتوفرها وجهل الأغلبية بالأضرار التي قد يسببها الاستخدام غير الواعي لهذه الأعشاب حيث أظهرت الدراسة أن عشبة رعي الحمام تعد عالية السمية خاصة على الحوامل اللواتي يقمن بتناول هذه العشبة الطبية دون معرفة جرعتها وسميتها نسرتنا انتهت وعود إلى أهم عنوينها الأمم المتحدة تقول إن ذروة كورونا في اليمن ستمتد لبضعة أشهر والحكومة تطالب بدعم القطاع الصحي وقتة لأمهات المختطفين في الحديدة تطالب بالكشف عن مصير المخفيين في سجون ميليشيا الإرهاب الحوثية الإصلاح يؤكد تعرض صحفي لسبعمائة وسبعة وستين انتهاكا منذ انقلاب الميليشيا المتمردة والنقابة تؤكد مقتل ثمانية وثلاثين صحفيا للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نيتو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله